الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتعين ممثلين عن الشركة القابضة للنفط والغاز بمجلس إدارة شركة البحرين للغاز المسال ونص القرار بتعين السيد يوسف عيسى البوبشيت رئيسا لمجلس إدارة الشركة وتعين السيد مازن محمد مطر عضوا بمجلس الإدارة وقد تم إنشاء شركة البحرين للغاز المسال كمحطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتساعد في تأمين إمدادات الغاز الحالية للوفاء بالطلب خلال فترات الذروة وتعزيز مسيرة النمو في مملكة البحرين فضلا عن دعم الأهداف العالمية التي وضعها للحد من الغازات الدفئة ويأتي هذا القرار ضمن مساع الشركة القابضة للنفط والغاز في الاعتماد على الكوادر الوطنية لتعزيز التطور في الشركات التابعة لها بما يتوافق مع استراتيجيتها المستقبلية وضمان الاستدامة